السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عليكم النهاردة هعمل معاكم الفطير المشالتة او الفطير بالسكر زي ما احنا عايزين عايزين وسادة او عايزينه بسكر ده طبعا هيبقى في ايدينا في الفيديو زي ما انتو شايفين شكله جميل جدا وطري ومورق معايا مقاديره سهلة والطريقة سهلة جدا يلا بينا على الفيديو علشان نشوف المكونات ونشوف الطريقة بتاعتنا انا المقادير بتاعتي سهلة خالص انا معايا 3 كبيات من الدقيق 3 كبيات دول فيما يعادل نصف كيلو من الدقيق معاهم رشة ملح صغيرة وكباية مياه دافية مقادير الفطير دقيق ورشة ملح وكباية مياه دافية تمام اول حاجة هنبتدي نعملها هنجيب الدقيق علشان ننخله علشان طبعا لو في اي تكتلات تفك معنا وكمان الدقيق ياخد هوا يبقى سهل الفرد معنا انا عاملة نصف كيلو من الدقيق انت طبعا ممكن تعمل الكمية اللي انت عايزها على حسب طبعا كمية الفطير اللي انت عايزها تجاهزيها هتجيب الدقيق بتاعك وتحطي عليه الملح او معلقة ملح على حسب الكمية وبعد كده تعجني بمياه دافية طبعا الفطير بتاعها هيبقى حجمه صغير علشان الرخامة بتاعتنا صغيرة زي ما انتو شايفين لكن لو انت عايز الفطير بتاعك يبقى حجمه كبير ده طبعا على حسب المكان اللي انت هتعجيني في الفطير لو الرخامة بتاعتك كبيرة او عندك مكان او حاجة تقدر ان انت تفريد الفطيرة بتاعتك وتديها حجم كبير خلاص تمام لكن احنا الرخامة بتاعتنا صغيرة هنعمل الفطير صغير زي ما شفته كده في اول الفيديو حجم الفطير هيبقى صغير ومع ذلك هيبقى مورق معايا وطاري وجميل جدا انا نخلت الدقيق هنحط عليه رشة الملح وهنبتدي نقلب كويس وبعد كده هننزل المياه بتاعتنا تدريجيا لحد ما العجينة تلم معنا طبعا ممكن ناخد اكتر من الكباية وممكن ناخد اقل على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنشتغل به يعني ما نرتبطش بكباية المياه مع 3 كبايات الدقيق لا النوع دي اللي انت بتشتغل به بيختلف كل نوع عن التاني فممكن ناخد اكتر وممكن ناخد اقل وهنحط المياه تدريجيا زي ما انتو شايفين كده لحد ما العجينة تلم معنا الفطير المشالتت بصراحة جميل جدا وعميله سهلة ممكن تقوم تعمليه في اي وقت تقدميه بقى مع عسل او طحينة او قشطة ببقى حلو جدا هنفضل نعجن بقى في العجين بتاعنا كويس هي التلات كبايات اخدوا مني الكبايات المياه الدافية مش هحتاجة اكتر من كده لان انا عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية مش نشفة او متمسكة لازم العجينة تكون طرية علشان نقدر نفردها بسهولة هنفضل نعجن فيها لحد ما العجين يسيب ايدي خالص زي ما انتوا شايفين كده ايدي خلاص نضف 8 دقيق هبتدي بقى الوقت ان انا انزلها على الرخامة علشان اكمل عجن فيها انا مجهزة معايا نص كباية من الزيت ونص كباية من السمنة دفتهم على النار علشان السمنة تفك معايا هنحط نقطة زيت على الرخامة وهنعجن بقى العجين بتاعنا كويس زي ما انتوا شايفين العجينة بتقطع معايا انا مش عايزها كده خالص العجين لازم يبقى فيه عرق ويبقى فيه مطة بحيث ان انت لما تيجي تفردي بقى العجينة ما تقطعش منك او تفرول منك تبقى واخد حقها في العجن فالعجين يتفرد معانا بسهولة هنعجن فيها كده حوالي 10 دقايق زي ما قلت العجينة بتبقى طارية مش نشفة يعني بتكون بتلزق شوية زي ما انتوا شايفين كده مش معنى ان هي بتلزق كده ان انت ممكن تضيفي دقيق علشان العجينة تلم لا احنا مش عايزين نضيف اي دقيق عليها عايزينها تبقى طارية علشان الفطير طبعا زي ما انتوا عارفين بيتفرد بتبقى الفطيرة محتاجة فرد بزيادة فالعجين لازم يكون طاري علشان يتفرد بسهولة انا شايف ان كده خلاص العجينة بقت تمام نوريكو بقى المطة بتاعة العجين اللي انا بتكلم عليها اهي شايفين دي المطة بتاعة العجين العجين بيمطوا معايا العجينة طارية جدا معددش بتلزق ولا حاجة هبتدي دلوقتي اه اكورها في البولة اللي انا عجنت فيها العجين في البداية هنزل شوية زيت وصمنا كده في البولة وبعد كده نعكي ادينا بالزيت ونكور العجين بتاعنا كور صغيرة زي ما قلت الفطير بتاعي هيبقى صغير فلو عندك مكان كبير وهتعمل الفطيرة كبيرة ممكن تكوري الكور بتاعتك على حسب حجم الفطيرة اللي انت هتعمليها لكن الفطير بتاعها هيبقى صغير فهنكور الكور بتاعتنا كور صغيرة وبعد كده هنقلبها في الزيت كويس علشان ما يلزقوش في بعض تمام كده هنقلبهم كويس علشان ما يلزقش في بعضه نص كيلو الدقيق هيعمل معي حوالي ست كور من العجين ست كور دول هنقسمهم لفطرتين كل فطيرة هتاخد تلاتة تمام هنقلب كويس وبعد كده هضيف عليهم شوية من الزيت والسمنة على فكرة الحركة دي كويسة جدا وبتفرد معي العجين بسهولة لما هتسيب العجين يرتاح في الزيت والسمنة هيبقى سهل العجن وسهل الفرد يعني مش قادر اقولك جربتها والقيتها الجميلة جدا الطريقة دي هغطيهم وهسيبهم حوالي نص ساعة في مكان دافي وبعد كده هنرجع مع بعض علشان نفرد الفطير انا سبتم حوالي نص ساعة هبتدي دلوقتي افرد العجين بتاعي معاكم ده طبعا الزيت والسمنة كان مسك معي فاضطريت ان انا ادف فيه هنزل شوية من الزيت والسمنة دول وهبتدي احط العجينة وافردها بايدي طبعا مش محتاج انا الشابة او اي حاجة الفطير بيبقى محتاج ايدينا وبس شايفين هي بتتفرد بسهولة جدا زي ما قلت لما هنسيب العجين بتاعنا في الزيت والسمنة يرتاح العجينة هتشرب من الزيت والسمنة فبالتالي هتيجي تفرديها تلاقيها ببصي بتجري معاك ناخد بالنا كده واحنا بنفرد العجينة مش عايزينها تقطع ولو اتقطعت ما فيش اي مشكلة خالص يعني لو العجين بتاعك اتقطع منك ما تيلاقيش ما فيش اي مشكلة العجين ده كله بيتدارة او القطع ده كله بيتدارة في قلب الفطيرة احنا بس بنفردها علشان الفطير بتاعنا يبقى مورق ويبقى برضو طعمه حلو وشكله حلو ما يبقاش مكتوب معايا انا طبقت الفطيرة بنفس الشكل اللي انتم شفتوه كده وهبتدي ادهن بالزيت والسمنة كل ما هبتدي افرد وطبق هندهن زيت والسمنة علشان العجينة تبقى مورقة معايا تمام هنكورها برضو كورة وهنسيبها على جنب وهنفرد واحدة تانية بنفس الطريقة نجيب كورة تانية ونحط الزيت والسمنة على الرخامة وهنفرد العجينة دي بنفس الطريقة زي ما قلت الفطيرة هتاخد تلات كور في بعض علشان تبقى مورقة معايا ده طبعا علشان ما عنديش مكان كبير بحيث ان انا افرد العجينة بتاعتي تبقى كبيرة لكن انا الرخامة بتاعتي صغيرة فهنفرد كل تلات كور ونحطهم في بعض علشان الفطيرة تبقى مورقة معايا تمام كده كل ما هنطبق هنبتدي ندهن بالزيت والسمنة وهنحط العجينة الاولانية في قلب التانية كده وهنطبق عليها تمام هنحطها كده في طبق على جنب وهنبتدي نفرد التالتة هنفرد بقى الكورة التالتة بنفس الطريقة برضو بادينا طبعا لو في عندك زبدة او سمنة بلدي يكون افضل لكن انا هشتغل بزيت وسمنة ومع ذلك الفطير هيبقى جميل جدا وطعمه حلو وياريت نفضل نجيب نوع سمنة يكون طعمه حلو وتكون رحتها حلوة علشان الفطير يبقى رحته حلوة وطعمه حلو دي اخر كورة معانا في الفطيرة دي كده خلاص الفطيرة دي جهزت معايا هبتدي اجيب بقى الصانية اللي انا هخبزها فيها وهدهنها برضو بالزيت والسمنة الصانية بتاعتنا وهنقلب فيها الفطيرة بتاعتنا دي وهنسيبها آآ ترتاح نصف ساعة بعد كده هنرجع آآ نبطاتها كده في الصانية ونخبزها هنسيبها كده ترتاح نصف ساعة ونرجع تاني آآ نبطاتها انا طبعا فاضل معايا تلات كور من العجين هفردهم بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الفطيرة الاولانية هنحط كورة جوة كورة جوة كورة لحد ما يكونوا معايا فطيرة صغيرة بنفس الشكل ده كده هجهزها علشان ما تقولش عليك الفيديو وهسيبهم يرتاحوا حوالي نصف ساعة وبعد كده هرجع معاكم علشان نخبزها في الفرن وهنقولكو نعمل ايه انا سبتهم طبعا ارتاحوا حوالي نصف ساعة كل ما هنسيب العجين يرتاح كل ما العجينة هتبقى مورقة معايا وهتفرد معايا بسهولة انا هدهنها بالسمنة وهبتدي افردها كويس كده ما تفرديش العجين يعني ما تخليش الفطيرة كبيرة لان الفطيرة بتاعتنا آآ صغيرة انا عاملة الفطير صغير لكن كل ما هترققي العجين كل ما هينشف منك احنا عايزينها تبقى مورقة وطرية فهو ده الحجم بتاع الفطيرة بتاعتي هندهنها كده من فوق برضو بالسمنة وتبقى كده خلاص جهزت هنعمل التانية برضو زيها بالزبط طبعا لو عندك قشطة ممكن تدهني الوش بالقشطة هيبقى لون الفطير بتاعك برضو حلو جدا وكمان هيدلها طعم كويس لكن انا هدهن بالسمنة بس انا عايزة الفطير بتاعي يبقى بالسمنة هندهنه كده بعد كده طبعا احنا مشغلين الفرن على درجة حرارة متوسطة هندخل الفطير بتاعنا هياخد حوالي عشر دقايق في الفرن مش هنسيبه كتير علشان ما ينشفش وبعد كده هيطلع معانا وهيبقى زي ما انت شايفين كده جميل جدا واخد لون دهبي وكمان طاري مش ناشف معايا ومورق معايا جميل جدا اهو هقطع معاكم الفطير وهوريكم اهو ايه هو مورق من جوه الفطير صغيرة عملنا فطير صغير على الرخامة بتاعتنا ومع ذلك طلع جميل جدا مورق معايا زي ما انتوا شايفين اهو طبعا لو حابين تسيبوه سادة كده تمام قديميه كده مع العسل والاشطة هيبقى حلوة جدا وممكن كمان تحطي عليه سكر بودرة لو انت حابة الفطير بتاعك يبقى بالسكر هنجيب سكر بودرة وهنرش على الفطير بتاعنا بالسكر البودرة طبعا ما فيش اسهل من كده اتمنى تجربي الطريقة بتاعتي وتقولي لي رأيك في التعليقات تنسونيش في اللايك والشير والسابسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك مني كل فيديوهاتي وبالفا انا وشفا وتستنوني فيديو جديد